رئيس الوزراء تفقد مشروع إنشاء كان في زيارة لمحافظة أسوان جولة تفقدية بين عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة تفقد مشروع إنشاء محور بديل خزان أسوان خزان أسوان تعرفين أنشئ من 120 سنة وكان في محور في حارتين فقط لكن المحور الجديد بطول 5 أو 4 من 10 كيلو متر فيه 3 حارات وبتكلفة مليار و 900 مليون جنيه بيساهم المحور في نقل الحركة المررية على جسم الخزان إلى المحور الجديد للحفاظ على الخزان وإطالة عمره الإفتراضي الجولة فيها أيضا استفاف للمعدات الخاصة بالخدمات عشان للتأكد من جهزيتها عشان لو حصلت سيول أو غيره زار أيضا محطة شتلات قصب السكر في كومومبو تفقد والحقيقة ده مهم جدا تفقد مشروعات أيضا حياة كريمة في القرى التابعة لأسوان والحقيقة أنه كمان تفقد مراكز إبداع كرياتيفا مصر الرقمية في أسوان وده واحد من أهم وأجمل وأكبر مراكز كرياتيفا المختصة بريادة الأعمال التابعة لوزارة الاتصالات وملتقى بالشباب أنا رأيي لو إحنا بس نركز على ريادة الأعمال ونركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ده موضوع مهم جدا لمستقبل هذا البلد